مرحبا جميعا بقناة ميديكال سيكرايب للشروحات الطبية انا كرار حيدر طالب كليات الطب جامعة بغداد احنا عرفنا من الفيديوهات الفاتت بانه البون تيشو او نسيج العظم هيكون على نوعين هم الكمباكت بون والسبونجي بون ومعظم العظام هيكون بيها نوعين ذني اثنينهم بس درجة تواجدهم ونسبتهم وتركيزهم بالعظم الواحد هيختلف من عظمة لعظمة بناء على وظيفة العظمة نفسها وعلى الرغم من انه النوعين ذولي متكونين من نفس الخلايا ومن نفس المادة الاساسية بس هيختلفون بطريقة ترتيبهم بالعظم وهذا يؤدي الى اختلاف كثافاتهم وشقد موادهم متماسكين ببعض يعني قدنا نوع هيكون كثيف وخلايا مترتبة بشكل بحيث تكون متماسكة ويا بعض ونوع لغ يكون عكسي فاحنا في فيديو اليوم حنحكي عن النوع الاول اللي هو الكمباكت بون او الكورتيكال بون الكمباكت بون من نجي نشوف شكله من بره او نشوف مظهر الخارجي فحيكون هو الهارد او تليا اوف بون يعني هو الطبقة الخارجية والصلبة من العظم واللي حتعتبر قشرة العظم هذا النوع حيكون اكثر من الاسبونجي بون ولذلك حيقدر يقاوم القوة المسلطة عليه يعني حيتحمل الضرب والدق زي هذا النوع بنفس الوقت حينطي المظهر الاملس والابيض وحينطي الشكل الصليب مال العظم وحيشكل تقريبا 80% من الكتلة العظمية مال الهيكل العظمي بالانسان البالغ يعني حوالي 80% من وزن العظم حيشكل هذا النوع هذا كله كان بما يخص المظهر الخارجي وفاد نظرة عامة عن الكمباكت بون اما من نجي نشوفه تحت المجهر فحنشوفه متكون من Multiple Microscopic Column يعني متكون من عدة اعمدة مايكروسكوبية يسمون كل عمود منهم بالاستيل واللي هي الوحدة التركيبية والوظيفية بالعظم وهذا العمود حيكون ممتد بشكل طولي على طول العظم تقريبا فعدنا اذا اجينا على كل عمود من هاي الاعمدة كل اوستيوناية هنشوفه متكونه من عدة طبقات دائرية Circular Layers of Lamely هاي الطبقات هتتكون او تتشكل من Collagen Fibers وال Mineralized Matrix يعني هتتكون هاي الطبقات من الالياف الكولاجينية والمادة الاساسية اللي تحتوي على المعادل وبنفس هاي اللامللي اكفة فجوات او فراغات يسموها Lacunic حتيجي تقعد بيها الاستيوسايتز والاستيوبلاستز اللي هن الخلايا العظمية تمام؟ تمام فهذا التركيب وبهي الشكل ما الطبقات اللامللي حيجوني حعطون فتقناة مركزية او Central Canal يسموها الهافيرزين كينال او قناة هافيرز هاي القناة حتحتوي على اوعية دموية واعصاب واوعية لمفاوية حتى تغذي خلايا الاستيون كله وتنطيل اعازات العصبية والخلايا بدورها حتى تنقللها فضلاته يعني هسا خلينا نراجحها بشرعة الكمباكت بون قلنا يتكون من قدة اعمدة يسموها استيينز وكل استيين يتكون من حلقات دائرية يسموها اللامللي وهاي اللامللي بيها فجوات يسموها اللاكيوني اللي حتقعد بيها الاوستيسايتس والاوستيابلاستس وهاي الحلقات قلنا حتحاوط قناة مركزية اسمها قناة هافيرز او هافيرزين كينال اللي بيها الاوعية الدموية والاعصاب خوش كلام خوش كلام يبقى ادفة شي لخل نعرفه اللي هو انه هاي الاستيينز ما معزولة واحدة عن اللخ وكل من عايش بعالم لا موهي شي اكو تواصل بينهم عن طريق قنوات عرضية تربط اوستيونية ويا اوستيونية هاي القنوات العرضية اسمهم الفولكمانز كينالز زين نجي حسي اذا نشوف انه بين اوستيين واستيين مو اكو فراغات يعني بين عمود وعمود مو حنلقى فراغات ايه حنلقى؟ هاي الفراغات حنلقفت شي سمو الانترستيشا اللاميلي يعني مثل اللاميلي الموجودة داخل الاستيين حنلقى هنا انترستيشا اللاميلي وللخارج والداخل من هاي الاستيينز يعني لي بره قريب سطح العظم ولي جوه قريب لسبونجي بون حيكون هم اكو مساحات او فراغات هاي المساحات حتمليهم الاكسترنال والانترنال سيركونفرينشا اللاميلي هذن اللاميلي اللي قاعد تطرس هاي الفراغات مو الفكرة انه بس نحفظها وندرخها وانما حتى نفتهم شلون تركيب الكمباكت بون سير داخل العظم جيد يبقى خلنا عرف انه هاي الاعمدة او الاستيينز تكون ميتابوليكلي اكتف شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معنى انه هاي الاستيينز ممكن ينتج الها مادة عظمية جديدة وممكن تتكسر ويمتص منها الاملاح والمعادن وممكن ايضا تتغير مواقع الخلايا داخل الاستيين هاي التغييرات كلها هو اللي نقصد به بالميتابوليكلي اكتف واللي حتصير بناء على حالة الجسم واحتياج لهاي المواد او لا زين احنا قلنا انه الكورتيكال بون حيشكل الجزء الخارجي او قشرة العظم بس حنلقى فوق هاي القشرة حيحاوط العظم ولي برا من نفت شي اسمه بيريوستيم او سمحاق العظم واللي حيغطي كل العظم مع عدل اجزاء التمفصلية هذا السمحاق طبعا بيت تفاصيله هواية ووظائف معينة حنعرفها من نحجة عنا ان شاء الله بالفيديو الخاص بي يبقى عدنا اخر شي بهذا الفيديو هو ان نعرف جزء من وظائف هذا النوع شنو اول شي بسبب كثافة وترتيب الخلايا بيب هذا الشكل فحينطل العظم القوة والصلابة ثاني شي حيخزن ويحرر المواد الكيميائية والاملاح للجسم مثل الكالسيوم وحسب حاجة الجسم الها واخر شي هو انه هيخلي العظم كعظمه بشكل عام يؤدي وظيفته على التموجه وبالشكل المطلوب فبهذا نكون خلصنا فيديو اليوم واللي هو كان في الشرح بسيط ومختصر مفيد عن الكمباكت بون او الكورتيكال بون وها هي شوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة ورامات المتـيقية وفوكم بالت tarafية وداع شكرا و Herbert ويقع i وفوكم بالتأكيد ترجمة نانسي قنقر